إن لله وإن إليه راجعون الموت تفجع قبل قليل هذه البنت المعروفة والعزيزة عند قاع المغرب بدون استثناء كل نفس دائقة الموت ويبقى وجه ربك دل جلال والإكرام كلنا لها قبل قليل وردنا هذا الخبر المحزن عن وفاة هذه السيدة المشهورة والمعروفة بالمغرب وشكون فينا لما كيحبهاش وما كيعرفهاش إن لله وإن إليه راجعون قبل ما تعرفوا على هذه التفاصيل الإخبارية المحزن واللقاسها على بعض المغرب أول حاجة ما تنسوش الدعاء بالرحمة والمغفرة لهذه السيدة اللهم ارحمها واسكنها فسيحة جناتك إنك سميع مجيب الدعاء وارحم جميع أموات المغرب وأموات المسلمين أمين أما عن تفاصيل هذه الأخبار الجديدة وردتنا قبل اللحظات لصفحتنا هذه على الفيسبوك أخبار مغك عاجلة حيث في التفاصيل قبل لحظات من عشية هذا اليوم والأحد الموت يخطف منا طفلة القمر أشهر طفلة قمر بالمغرب فاطمة الزهرة الغزاوي الناشطة الجمعوية والمدافع عن حقوق مرضى أطفال القمر ومن لا يعرفها ومن لا يحبها منا كبارا وصغارا بعد صراع طويل جدا مع المرض لتفقد بذلك مدينة المحمدية وسكنتها زهرة من أظهارها الأبرار حيث ودعتنا قبل قليل فاطمة الزهراء الغزاوي عن عمر كيناهز 31 سنة وقد سخرت فاطمة الزهراء التي حاولت التعايش مع مرضها بكل تفاؤل حياتها من أجل التعريف والتحسيس بهذا المرض والأشخاص الذين يعانون منها بالمغرب عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعية هي الوقيتة اللي عرفوا فيها المغربة هذه الشخصية المحبوبة عدنا كاملين حيث مسخر كل جهدها بمساعدة والدها الحبيب غزاوي رئيس جمعية التضامن مع أطفال القمر لأجل التوعية وبت الأمل في نفوس هذه الفئة من الناس لمكان عرفوا لها احتحاجة ومعاناتهم تزداد يوما بعد يوم حسبهم غير لخلقهم قد عانت فاطمة الزهراء منذ عامها الثاني سواء على مستوى الصحي أو التمدرس أو كده الاستفادة من التغطية الصحية والاقتناء الأدوية والمراهم الباهضة التمن التي يجب استعمالها يوميا لتفادي تطور المرض عموما اللهم ارحمها أسكنها فسيح جناتك إنك سميع مجيب الدعاء الله يشافي قعمر دانا الله يشافي أطفال القمر لك يعانيوا بصمت محتوى حدم داري بهم فعموما كنت معكم أنا على صفحتكم بالفيسبوك أخبار مغوك عاجلة شكرا لكم متابعنا الكرام على طبيل السماع وحسن المتابع إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم